أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء أكد أن ثوابت الوطنية للمسيرة التنموية الشاملة التي أرصى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرتكز أساسي لتحقيق النجاحات تلو الأخرى في كافة المجالات مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية في المجال التشريعي بما يدفع بمقومات البنية التشريعية نحو مستويات أكثر رسوخا ويصب في تحقيق المزيد من المنجزات للمملكة جاء ذلك لذلك سمو حفظه الله في قصر القضيبية اليوم سعادة السيد مارتين شونغينغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي بحضور عدد من أصحاب السمو المعالي والسعادة من كبار المسؤولين حيث رحب سموه بالأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي منوها بالجهود التي يبدلها من أجل تحقيق الأهداف التي تؤسس من أجلها الاتحاد البرلماني بما يسهم في تطوير مختلف التشريعات لتحقيق التنمية المستدامة على جميع الأصعدة وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية من جانبه أعرب الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي الأهد رئيسي مجلس الوزراء للحرص المستمر على تعزيز التعاون الدولي في المجال التشريعي بما يفتح آفاق أوسع للتطوير في كل المجالات متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والنماء